ما الفرق بين أجهزة البيجر والاتصال اللاسلكي الووكي توكي؟ يعد البيجر جهاز استقبال أحدي الجانب بمعنى أنه لا يمكنك الرد أو التفاعل من خلاله إذ يقتصر دوره على تلقي رسائل نصية قصيرة مثل التعليمات أو التنبيهات في حالة الطوارئ بينما الووكي توكي فهو جهاز لاسلكي يستخدم لإجراء محادثات صوتية في اتجاهين إذ يمكن للمستخدمين التحدث والاستماع لبعضهما في الوقت نفسه وعلى مستوى الأمن في التواصل يعتبر البيجر آمنا نسبيا وذلك نظرا لعدم قدرته على إرسال بيانات أو معلومات حساسة ومع ذلك يمكن أن تكون الرسائل التي تصل إليه عرضة للقرصنة إذا لم تكن مشفرة أما الووكي توكي يعتبر أكثر عرضة للاختراق والاستماع غير المصرح به وذلك عن طريق تداخل الموجات ببعضها إلا إذا كانت الأجهزة تستخدم قنوات أو ترددات مشفرة يشاع استخدام البيجر بين العاملين في المجال الطبي مثل الأطباء والممرضين وقطع المستشفيات بشكل عام أما الووكي توكي فغالبا ما تستخدمه القوات الأمنية ورجال الإطفاء وفرق الإنقاذ والمجالات الأخرى التي تتطلب اتصالا سريعا وفوريا نجد أن حجم البيجر صغير ويمكن وضعه في الجيب بسهولة كما أنه يعمل لفترات طويلة نظرا لاستهلاكه القليل للطاقة وغالبا ما يحتاج بطاريات صغيرة أما الووكي توكي يأتي بأحجام متنوعة وغالبا ما يكون أكبر من البيجر ويعمل على بطاريات أكبر مما يجعله قادرا على العمل لساعات طويلة خاصة في البيئات الخارجية أو العمليات الميدانية أما فيما يخص مدى التغطية يعتمد البيجر على تغطية شبكة الاتصالات لذلك يعمل على مسافات واسعة تصل إلى مئات الكيلومترات ولكن يجب أن يكون ضمن نطاق تغطية المحطة المركزية أما الووكي توكي فيعتبد على مدى الإرسال المحدود لترددات الراديو وتختلف المسافة التي يمكن أن يغطيها الووكي توكي بناء على قوة بث الجهاز والعوائق مثل المباني والتضاريس لا يوفر البيجر خاصية الاتصال الجماعي نظرا لإرساله كل رسالة بشكل فردي إلى كل جهاز على حدة وذلك على عكس الووكي توكي الذي يتيح إمكانية الاتصال الجماعي إذ يمكن للمستخدمين الذين يتشاركون التردد نفسه من التواصل مع بعضهم في وقت واحد يعود أول اختراع للووكي توكي إلى عام 37 على يد عالم الفيزياء الكندي دونالد هينغز الذي كان أول من اخترع تقنية استخدام جهازين لإرسال واستقبال موجات راديو بينهما أما البيجر فيعود اختراعه إلى نهاية الحرب العالمية الثانية على يد الكندي المختص بمجال الاتصالات اللاسلكية ألفريد جروس عام 1949